السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم ايها الاحباب الوضع في مصر خطير بجد والاحداث بتفرد نفسها في ظل التعتيم الكبير جدا اللي شغال دلوقتي على ملف سد النهضة ولا ندري ايه الوضع بنلاقي تصريحات من ان الى اخر بتتكلم عن سد النهضة لقينا خطر جديد وقادم مشاهد ليبيا اللي احنا شفناها كلها بتباين لنا الفاجعة الكبيرة اللي حصلت في ليبيا كبوس كبير اي حد يخاف ان هو يحصل ويتكرر في بلاده ما فيه شك في هذا الامر حتى يخرج علينا الاعلام في مصر قنوات تلفزيونية مصرية وتقارير اعلامية بيحذرونا من جديد وبيقولوا ان الوضع في مصر خطير واللي حصل في ليبيا مرشح بقوة انه يتكرر في مصر وبيقولوا ان العاصفة دانيال اللي حصلت في ليبيا وضمرت ليبيا وانا عندي اعتراض كبير جدا على موضوع العاصفة دانيال واحد الاصدقاء ارسل اليها وقال لي ازاي تنكر حاجة احنا كلنا شفناها فانا بصحح له وبقول له انت شفت عاصفة ولكن ما شفتش عاصفة اسمها دانيال هذه المسميات والكلام دا كله واسباب العلمية احنا عندنا تحفزات واعتراضات كبيرة جدا جدا عليها دا توضيح مهم ارجع للكلام بتاعي اللي انا بقوله ان التقارير الاعلامية في مصر بدأت تماهد للقادم في ظل الخوف الشديد من غموض الملف بتاع سد النهضة وان احنا ازاي مش عارفين الوضع في سد النهضة ومنلاقي تصريحات يعني فيها شيء من الخطورة والتلميح زي التصريح اللي بيظهر قصدنا دلوقتي خبير مصري متحدسا للقيارتي العربية انهيار السدود في ليبيا بيقول منطقة سد النهضة تزيد عن منطقة درنة في خطورة الفيضانات السنوية تحزير لسد النهضة اللي هو ممكن ينهار على فكرة سد النهضة اللي بانيه كأنه مبني في مصر كأنك باني منشأة بتحاول تحافظ عليها اللعبة اللي نشهد ليهم خد بالك اللعبة الحلوة لازم تقول عليها حلوة زي ما بيقولوا يعني بنا ليك سد في اسيوبيا انت هتحرصه بأيديك لانه لو انهار هيغرقك انت وهيغرق السودان من قبليك ولو ان عايز يقطع عنك المية ويتحكم يقدر ان هو يعمل كدهوت بمنتاز سهولة ده يقدر يرمي المياه اللي هو بيخزنها في الاماكن المحيطة ويبتدي يملى من جديد ويمنع عنك الحصة بتاعتك اللي لا شك ان هي تأثرت بقوة بعد التصريحات القليلة الغامضة بتاعت سد النهضة اللي بتؤكد ان فيه خطر قادم يعني مفيش شك في كده والعلم عند الله وربنا يخيب ظننا بيرجعوا في الاعلام في مصر والصحف الرسمية بتتكلم بتقول بعد كارثة دانيال عاصفة التنين على الابواب هل تتعرض مصر لسيول وتعليق الدراسة كما حدث من قبل كلها تمهيدات لعاصفة قادمة زي ما هم سموها دانيال بيسموا عاصفة بيسموها التنين وانت مش فاهم حاجة كمواطن ومش عارف يعني ليه سموها الدانيال وليه سموها التنين ويعني في الاول وفي الاخر خالص بتلاقي الكارثة بتحل قصادك وفي الوقت ده بتنسى المسميات زي ما بيظهر قصادنا اخبار اخرى مصر تتأهب للتنين بعد دانيال المدمر وقالوا ان الايام القادمة فيه عاصف جاية في مصر وفيه اخطار لانهيار السدود في مصر المقصود ايه بانهيار السدود في مصر يمكن يقصدوا مثلا السد العالي استبعد يعني يمكن يقصدوا سد النهضة باعتبار انه وفق اسيوبيا بس هو فعليا كأنه موجود في مصر مش فاهمين التصريحات ماشية في اي اتجاه لغاية ما يطلع علينا قناة من القنوات المصرية اللي هي تعتبر اهم كمان من التلفزيون المصري واللي الناس بتاخد اخبارها منها اكتر من التلفزيون المصري ويظهر امامنا بيقول في صد البلد مستضفين خبير بيقول تحذيرات خطيرة من استاج جيولوجيا مصر معرضة او مصر معرضة لخطر الاعاصير وطبعا احنا مش معانا الحقوق بتاعة الملكية كل الكلام ده حصل في الساعات القليلة الماضية واحنا بنطلعك على الاحداث اول باول عشان تفهم الموضوع ماشي ازاي بيقول في تفاصيل الخبر ان مصر فعلا معرضة لخطر كبير وده اعتراف رسمي بل ممكن انت تسمينه تمهيد للناس على القادم اللي ممكن يحصل ممكن نشوف سيول في مصر احتمال ممكن نشوف انهيار السدود في مصر هما بيقولوا كده ولكن الشيء اللي عايزين نتأكد منه في النهاية ايوها الاحباب ان احاديث اخر الزمان تتحقق وتتحقق بقوة وسوف تزداد وضوحا في الفترة القادمة لا ننسى نبوءات غرق مصر اخر الزمان لا ننسى الاحاديث التي تتكلم روايات عبد الله بن عمر بن العاص اللي بتتكلم عن جفاف سوف يضرب مصر والجفاف ده بلا شك سيكون عن طريق سد يحجب المياه زي ما هو حاصل في سد النهضة وتقليل حصة مصر في مياه النيل والاحاديث بل كلام اهل الكتاب نبوءات اهل الكتاب اللي بتقول ان النيل سوف يجف وسوف ينضب واستحال النيل اللي انت شايفه من آلاف السنين ده ينضب ويجف اللي عن طريق اقامة سدود زي كده نحية الفراط وتركيا لما اقامت سدود ومنعت المياه بتاعت الفراط ان هي تصل الى العراق ويعني كل الامور شابه بعض حبيت ان انا القي عليكم بهذه الاطلالة السريعة علشان نفهم الاحداث حوالينا ماشية ازاي بارك الله فيكم ايواء الاحباب انتظرونا باذن الله بعد قليل ما حلقه من العيار السقيل دمتم في رعاية الله وامنه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته